سلام ورحبا بكم كامل في فيديو جديد لراح يكون انطلاقة للسلسلة رح نبدوها مع بعض رح نقترح لكم فيها مجموعة من المشاريع البسيطة للمبتدئين لما تطلبش رأسماء الكبير هذا كان اقتراح من المتابعات الفترة اللي فاتت سوقتوا في فترة الحجر الصحي بزاف من المتابعات كان يقولولي يعطينا افكار نقدروا حتى نصغلوا فيهم وقتنا وعليش لا لا كنربحوا منهم مبلغ من المال ما عنديش خبرة في هذا الموضوع لكن اول حاجة جات في باري هي صناعة الاكسسوارات لاسباب بزاف اول حاجة انه كان اقتراحات في محلات ليبيعوا لوازم الخياطة يعني المواد الاولية تقدروا تلقوها في نفس الوقت اني شفت انو الحاجات الاساسية اللي تحتاجون في صناعة الاكسسوارات مايش متوفر عنا في المحلات فاضطريت اني نعمل هاد طلبية من عد موقع اليكسبريس من عد متجر معروف اسمه باندهول او كان متاجر اخرى ممكن حاليا تلقوا باسعار مختلفة لكن انا ديما نشري من عد متجر واحد عجبني حاجة ندخل نحوس على قاعش نحتاج عنده علاش باش توصلني طلبية وللحاجات هادو كامل في باك واحد ما نسترج كل حاجة نستنها في وقت واحده وثاني كل خطرات ندفع عليها في البريد 13 الف يعني هذي كنصيحة اهنا رح نتقاس معاكم هذي الاساسيات اول حاجة كما تشوفوا هذي الابوات اللي حسيت انكم تحتاجوها بزاف فيها هذوك الاقفال تعلي بغاس لي السلاسل اي حاجة من الاكسسوارات تحتاجهم والميزة اللي فيها انه كل شي يجيك منظم يعني تقدري تخدمي بيها ولا تبداي مشروعك من البداية ما تحتاجيش حاجات اخرين بزاف الاقفال هذية فيها الوان بزاف ذهبي الرصاصي الفضي اللامع الفضي المطفي النحاسي البغونز مايفوتنيش اني النوع النقطة بزاف مهمة انه هالتاجر بالذات كان فترة سابقة يعمل شحن مجاني حاليا لاحظت انه الشحن بقى مدفوع وحتى السعر زاد نسبيا ممكن بسبب الظروف الاستثنائية اللي انا عايشينها باش هكاك تديروا حسابكم ممكن تكونوا لاحظتوا في الفترة الاخيرة انه الموضة ولا الحاجات اللي ولا ترائجة في عالم الاكسسوارات هي سلاسل النظرات خليكم ديما تكونوا مواكبين الموضة وتكونوا متجدين هذي النوعية من الاقفال اللي تكونوا من السيليكون ما لقيتهاش كامل لقيتها بالثمن رخيص في الموقع هكذاك باكي ما هذا ممكن تخدمي منه انواع واشكال من الحاجات هادي ولا حاجات اخرين وعلى سيرة السلاسل في الموقع الجيد انه لقيت الالوان كامل من المعادن الفضي الذهبي وحتى كي ما راكم تشوفوا بالامطار يبيعو وكل مرة يرطلع السعر وحتى بالمليمتر يعني حجم السلسال اكيد هنا هذي البنس ولا هذي الادات اللي تحتاجوها بزاف لقيت صراحة باك كامل من خمسة ولا ستة ما حسيتش اني انا شخصيا نقدر نحتاجهم وكين حتى السلاسل كي ما هذو يكونوا وجدين تقدرو انتو ما تاني تخدموهم تديرو الديباغل تديرو ديبين ديبين دانتيف حاجات اللي تطلبهم الزبونة تعكم ولا اللي تشوفوا انها مو درائجة اللي اقترحتها عليكم هي صغيرة بصح محينها كبار كي ما رايب لكم مجموعة كاميرا من اللي اصلا كل مو دل فيه دبل وكي ما رايب لكم اميتاسيان شانيل كنصيحة يا البنات يعني كي تبدو مشروعكم حاولوا تستثمرو فيه ما تستخسروش فيه الحاجات المليحة ومشينها اللي تديهم الزبونة من اول مرة يبلها انه مشي حاجة عليها كي ما نقوله القيمة يعني ديما بدو صح باش تكملوا هكذاك صح وهنا يا البنات بكل عفوية شاركت معاكم هذ المقاطع مشي باش انا نجي نعلمكم ولا نعطيكم هكذاك فيديو دي اي واي يعني اكيد راح يكون بشكل منظم يكون اقرب انه يكون احترافي انا هنا حبيت ندلكم اول حاجة كي ما نقوله احنا بالدرجة القلب باش تبدو ما تقولوش ما زال ما تقولوش ما نعرفش يعني انا عليها اخترت لكم هاد الفكرة تعال مشروع هذا حسيت انه سهل للمبتدئات اي واحدة تقدر تبدأه وثاني حاجة يا البنات كان مشاريع اخرى راح نبدأها معاكم بالعقل هذا ما حستوش انه مكلف ما منتيا لي ما كشرحها مثلا تتبني هاد الفكرة كمشروع بدل ما انه تبقاي هكذاك الدوري في الفيسبوك في الانستاغام حاولي تصغلي وقتك تخدمي حاجة جديدة ولا الاكسسورات اذا كنتي تحبيهم بدل ما انك تشيريهم باثمان باهظة تروحي انتيا تخدميهم من روحك ولا الاولادك ولا هدايا لصديقاتك علاش لا لا اكيد راكم تقولوا لي انه كان كلش في الاسواق انا شخصيا ان اي حاجة نخدمها لي والابناتي نحب تكون عندها لمسة خاصة ما تكونش منتشرة بارتو واكثر حاجة اللي تعذبني في الاشغال يدوية انه الانسان هادك اللي يخدمها اكيد خدمها بمحبة وعطاها وقت وعطاها جهده وعطاها فكره اكيد قيمتها ما تكونش كمال حاجة اللي تشريها هذه هي موجهة نظري يعني اكيد يتفقوا معايا اصحاب الحرف ولا الناس اللي تحب الاشغال يدوية وكي ما قلت لكم هنا اكسسوارات النظارات يا البنات هي المودرة اجا الفترة الاخيرة حاولوا انتو ما تدروها كخط وتخدموا كالكسيون كاملة وتمشوا مع المواسم مثلا كي جي الصيف درو هادوك اللي البندنتي فتاع الاصداف ولا مكون اللي البنبون يعني فشتا درو اللي البنبون اللي يكونوا من الكروشي يعني حاولوا انتو ما تمشوا كي ما قلت لكم مع المتطلبات الفصل ومتطلبات الفترة هذيك وما تقولوش يا البنات صعب انو نروج المنتجات تاعية نحن ان شاء الله ندلكم في السلسلة لاي طويلا ندلكم نصائح ونعطيكم دي بان بلو من جهة ثانية اللي ممكن مهتمين بصناعة هذي الاشياء واللي يحبوا يشوفوا كيفش نخدمها ما رحش نبارتاجها معكم اللي هنا في اليوتيوب لانو للأسف الاشعارات ما يشتوسلكم في الانستغرام يجيني سهل علاش لانو ما يتطلب ليش مونتاج وثاني شفت انو التفاعله حيكون كبير يعني تشوفوا تشوفوا هذيك ستوري مهما كانت والبنات هنا كمرا يبان لكم هذي المقاطعها عفوية يعني مانيش محضرة لا يعني مكان لي نصور فيه ما والو قبل ما نخملهم قد هاتي نصور هنا كمرا كم تشوفوا يا لبنات تفاصيل بسيطة تقدر تغير لكم الحاجة يعني قادرين حتى الاكسيسورات اللي عندكم تقدروا تجدوا فيها انتوما كما تحبوا ولا تعطوها النفسكم الخاص وما نقول مش الاكسيسورات يعني برك السلاسل ولا اللي بغسل يعني ولاو كانين ممكن اكسيسورات اللي تكون في شكل كيما اللي بغوش ولا الكخافات هذيك اللي تكون بالدن ويكونوا فيها هكذاك تفاصيل يعني توما حاولوا توسعوا نطاق الاشغال تاعكم بالعقل يعني خطوة بخطوة والفكرة البسيطة لكم تشوفوا في هذوك كما قلت لكم اخدمتها بكل عفوية بالنسبة المحجبات اللي عندكم ممكن اكسيسورات بشكل خاص السلاسل يعني ممكن تلبسيهم في مناسبات كتكوني مع العائلة بلا خمار لكن كتحبي تلبسيها البرا ما عشبان يعني سقطوا هذي اللي كولي اللي يكونوا كبار وكامل انت يا باش تقدري تستغليهم ما نقول لك ش رحي شري حاجات جديدة يعني قادرة هذيك القطع اللي عندك تعود تلبسيها البرا وانت محجبة واش تحتاجي تحتاجي سلسل وهذا القفل مع هذيك الحلقة بتاعه واش رحي تديري تخدمي هذي الليكستانسونك اذا صح القول يعني ديريها سلسل عادي جنب تحطي في هذيك القفل وجنب ثاني الحلقة وتروحي تقفليها مع السلسل يعني القفل هذيك اديري فيه الحلقة وجهة الحلقة اقفليها بالقفل نظن الصورة تفهمكم بشكل خاص وتولي هذيك السلسل طويلة وهذا القطعة ولهذيك استانسونك تقدري تستخدميها مع بزاف سلاسل وبزاف اكسسورات يعني ما تحتاجيش عدد كبير هذيك تصغلي واش كان عندك وكي ما قلتكم صناعة الاكسسورات هي عالم واسع وممكن كل واحد يضيف حاجة جديدة قادرين تخدموا تاني هذوك الاكسسورات الخاصين بالشعر للمناسبات الخاصة يعني الاكسسورات الخاصين بالجابين بنسبة المحجبات اللي تقدروا تلبسوهم مع الخمار يعني اي تفاصيل اللي تحسوا انه ممكن تبدعوا فيها يعني وتحطوا فيها موديلات ونفسكم ومحبتكم وراح ان شاء الله يوفقكم ربي ديما نقولكم ما تقولوش ما نقدرش ما نقولوش راح الوقت ما تقولوش ما عنديش بامكانية بسيطة تقدروا تغلبوا على كامل هذو الظروف ثموا بسم الله وابداوا هذي هي رسالتي اليوم ونقولكم تحلولي في رواحكم بسلامة لبنات ترجمة نانسي قنقر